احسبها صح الادارة فن واخلاق واداب فاذا اوكل اليك سيدتي ادارة زميلاتك واذا اوكل اليك سيدي ان تدير ان تكون قائدا او مديرا او مسؤولا عن زملائك تذكروا بان هذا المنصب هو تشريف وتكليف الادارة الحقيقية ان تجعلهم يحبونك ويؤدون اعمالهم بحب قبل ان يكون بارغام او ان يكون سيف السلطة مصلطا على رقابهم اذا اردت الابداع اذا اردت الانجاز اذا اردت التميز من زملائك من من يعملون عندك فلقنهم حبك وحرصك على العمل لا تقل لهم افعلوا ولكن قل لنفعل لا تقل لهم ادوا قل لنبدع بهذه الطريقة تكون النواتج مثمرة ومبهرة وتكون المخرجات رائعة تذكري ايتها المديرة وايتها القائدة تذكر ايها المدير وايها القائد بانك في سفينة ان تربانها لا يمكن لهذه السفينة ان تتحرك ولا يمكن لها ان تصل الى الميناء بدون هؤلاء البحارة الذين يوجهونها احسبها صح